بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم قصورهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم رعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير ولولا أن تتبى الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النير ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق إلا فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركموها قائمة على أسودها فبإذن الله وليخزي الفاسفين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفهم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون جولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنتموا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء الوادرين الذين أخرقوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ولذوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من آجر إليهم ولا يبغون في صدورهم حادة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين سبخونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم والله يشهد إن من لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن كوتلوا لا ينصرون ولإن نصرون لنولن الأنبار ثم لا ينصرون لأنكم أشهد ربنا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقرون لا يقاتلون في الجميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدير باس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاهم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان افكر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النير خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب المير وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته مخاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال الناس لعن لهم يتفكرون هو الله المبيل لا إله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله المبيل لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصوّل له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر